اخوتي و احبتي في الله وحييكم من كل قلبي بتحية الاسلام تحية اهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته واحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه حمدا يملأ السماوات ويملأ الارض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك ربنا هو اهل الثنى والمجد وهذا القول هو احق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا الى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين الى ان يلث الله الارض ومن عليها احبابي واخوتي في مشارق الارض ومغاربها كما يقول اخوانا اشتقنا اليكم لقد طال وقت هذه الحلقات حتى عدت اليكم لكن هي الظروف وهكذا الدنيا ونسأل الله ان يجمعنا دائما على الخير وان يعيننا على ان نستمر في العمل الصالح الى ان نلقى الله عز وجل فنحن نتلاقى في هذا البرنامج من اجل ان نستمتع بدقائق نعيشها تحت ظل دوحة النبوة نحاول ان نتلمس من خلال انواري وتوجيهات هذا الدين ما يمكن ان نسدد به مسارنا الى الله نبتغي بذلك ان نتلمس المنهج الذي يرضي الله عنها والطريق الذي يمكن ان يوصلنا الى الله عز وجل والله لا طريق ليس هناك طريق امن يمكن ان يسلكه الانسان الا طريق محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اما من يحقق في حياته قضية الاستسلام لله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكم هو الذي قد حقق لنفسه في هذه الدنيا الحياة الطيبة ليس هناك طريق ثاني لن نستطيع ان نقول بان هناك طريق اخر يمكن ان يكون احلى وارقى واجل واعظم من هذا الطريق لا لا اطلاقا ليس هناك الا طريق واحد بل ان الله جلت قدرته قد سد كل طريق يوصل الى الله الا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم من عظائم نعم الله ومننه على هذه الامة ان هذا الطريق منهجه محفوظ محفوظ يعني الامم السابقة كان الله ينزل كتبه الى انبيائه فيهم فاخذونها ويغيرونها ويعدلونها ولا زال التعديل والتحريف الى هذا اليوم لا اقول وهذا الكلام انا لا لا يقوله اساتذة علم اللهود في اكبر جامعات الارض لكن على اي حال ما لا نوى لهذا الطريق الذي يهمني هو ان اقول لكم هذه الامة منهجها الله الله هو الذي تولى حفظه لن يستطيع احد فوق الارض كائنا من كان ذكيا كان ام غبيا يعني ابقريا كان ام بليدا ان يغير في كلام الله حرف حرف واحد لن يستطيع لان هذا المنهج الله الذي تولى حفظه فقال تعالى انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظه هذا المنهج في داخله العقيدة والشريعة والادام والاخلاق وتنظيم شؤون الحياة هذا المنهج المحفوظ المحمي كذلك حجته حية يش معنى حياة اليوم اليوم استطيع ان اقول لك والله يا اخي اذا اردت ان ابين لك ان هذا القرآن حق وما تضمنه حق ومن جاء به حق من اول الاخره فشواهده تنطق بها الاكوان تنطق بها ينطق بها اكابر علمائها الارض في الفلك في علوم البحار في علوم الطب في علوم الجولوجيا في كل باب كلها تشهد تشهد كلها كما قال عز وجل لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه وفيه علمه نعم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واؤلو العلم اولو العلم ايا كانوا هم شهود الله شهود على وحدانية الله شهود على ان الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر لما نكون السماوات والارض هو الله الذي لا اله الاه الحمد لله العلم يدعو الى الايمان وهذه حقيقة ما عادت وهما ولكنها اصبحت حقيقة ناطقة يشهد بها اكابر علماء اهل الارض في هذا الزمان ذلك فضل الله على هذه الأمة الحياة طيبة يا أحبابي هي الحياة التي ضمن الله لنا فيها متطلبات جسدنا ومتطلبات أرواحنا متطلبات أنفسنا متطلبات الفرد متطلبات الأسرة متطلبات الفرد في الأسرة متطلبات الأسرة في المجتمع متطلبات المجتمع في داخل الأمة متطلبات الأمة في علاقتها بالآخرين هذا دين عجيب ما ترك من شيء إلا وكان قد حدده وأوضحه وجلا والله لو أن الإنسان كإنسان رغب أن يضمن لنفسه الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والسلامة والحياة الطيبة لما كان له من طريق يمكن أن يسلكه إلا هذا الطريق الواصل إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قلت إن الحياة تحت ظل هذا الدين هي الحياة الطيبة توكلنا على الله بسم الله أبو أنس من أسبانيا مرحبا بك يا أبا أنس حياك الله تفضل يا أبا أنس عسى من كنت أخرنا عليه طب أم حمزة من الجزائر تفضل يا أم حمزة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حمزة من الجزائر الله يحييك الله يحييك لدي سؤال يا شيخ تفضل من أفضر يوما من رمضان سهوى أيوة هل عليه قضاء سهوى ما عليش يعني كان صائم فأعطيت له شرب ماء أو أكل شيئا أبشر أكمل ذلك اليوم هل عليه قضاء؟ أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله أبشري نعم نعم فتيحة من سويسر فصيحة تفضل يا فصيحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحنا نشكرك على هذا البرنامج فهو برنامج مفيد لنا كانت كافة المسلمين الحمد لله الحمد لله شكرا لك نسأل الله التوفيق يا أختي فصيحة تفضلي أنا أبدي أطلب منك طلب هو أن أبدي دعوة إلى جميع المسلمين إلى التلاحم أبشري التلاحم في هذا الوقت الذي جميع المسلمين في فتنة وفي مشاكل صدقتي خلاص إن شاء الله أبشري يا أختي فصيحة إن شاء الله محمد بشير من فرنسا تفضل يا أخي محمد السلام عليكم يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الحبيب شيخة عندي قطع سؤالة نترحم عليك إن شاء الله تفضل أخي الحبيب محمد بشير من فرنسا نعم حبيبنا قل لي يا شيخة أول سؤالة عندي بنت معوقة ولنا في فرنسا الجوج 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 هو اللي يمثلي يمثلي تريح باش نتفرض في سواردها يعني الفرنسيين يعطونها نقودا أنا ماذا طيب إيه المشكلة وعندها مبلغ تحت سوارد بس عما عنديش كيفادوك باش نخرج عليها الزكات باش نخرج عليها العشور العشور مو الزكات العشور باش نخرج عليها العشور يعني باش ندير باش نخرج عليها العشور بس كأني يلازمني نمد للجوج كل عام نمدلوه واش صرفت عليها واش درت ما نجيبش نقوله اني خرجت العشور بس كلا نا ما يعرفوش واش هو العشور اللهم معونك يا رب اسمعني يا حبيب اسمعني حفظك الله أنت عندك بنت معاقة وتعقى لها من الحكومة الفرنسية نقود وأنت عندك ثلاثة إخوان لها صح وأنت تريد أن تأخذ شيئا من مالها لإعطاء إخوانها أي طيب هل إخوانها عندهم مصادر دخل آخر أم ليس لهم مصدر ما عندهمش ما عندهمش وإذا أعطيت إخوانها من مالها هل تتضرر هي نعم شيخ نعم تتضرر تقلل من خدمتها لا 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 تقلل أي شيء ما شاء الله ما شاء الله طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله عائشة من سويسرة تفضل يا عائشة سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا فرحانة أتكلم معاك الجنيف قالوا لنا أنك جيت على مسجد جنيف بس ما شفناك لا لا أنا إن شاء الله أجلتها وسأتيكم إن شاء الله تعالى نعم طيب طيب ممكن أسألك سؤال تفضل يا أختي تفضل يا الله يحييك الله يخليك أنا سمعتك تقول عندما مرأة ورجل يختلوا قطون من غير زواج فينجبون التفل فالتفل يحرم من أبوه يعني لا ينسب الأبوه أيوة أمه ما عرف إذا ينسب لها بلا ولكن أحب أن أسأل يعني كيف يكون هذا الولد عاقل والديه كيف يكون رحيم مع والديه كيف هي يعني الولد مثلا يكون عندها علاقة مع أبوه أم لا كيف تكون يعني شوي يعطينا تفصيلات على هذا الأطفال أبشير لأنهم موجودين يعني موجودين حول الأطفال من غير أباء نعم نعم نعرف ما هي سلة الراحم ما هي وهل هذا الولد ينتحر يعني يجوز له الانتحار لا 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 إن شاء الله تسمعي الجواب إن شاء الله طيب وخلاص ونجاوب يا حبيبي ثامر من السعودية تفضل يا أخي الحبيب تفضل يا أخي ثامر السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا عندي أربع تسين نعم أنا عندي أربع تسين ترى الصوت يتقطع أرجوك الصوت يتقطع يا حبيبي إذا كنت في مكان ما هو مناسب أرجوك كلمني مكان حتى أسمعك يلا يا حبيبي قول أربعة أسئلة يا شيخ أربعة أسئلة السؤال الأول يا شيخ كنت تتحدث في موضوع تسمعي بالردور يا شيخ يعني عليك في صوت الماء أو لا لم يكون هناك فرض لا 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 حبيبي حبيبي المبارك أرجوك أرجوك أتصل بي إما من ثابت أو من مكان يصل الصوت إليه أنا يسعدني أن أسمع صوتك وأن أجيبك لكن بهذا الطريقة لا أسمعه طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بأم حمزة من الجزائر تسأل أختنا الكريمة من أفطر ناسيا ساهيا في رمضان هل عليه القضاء نقول قد أفطى في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه فإذن من أكل أو شرب ناسيا ما ذكر أنه في رمضان هاخذ أخذ الماء وشرب وبعد من تأكل الله تذكرت أني صائم نقول أسقاك الله صومك صحيح وليس عليك قضاء هكذا قال علي صب من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هذه منحة من الله سبحانه وتعالى وهدية أعطاها لك فاقبلها وصيامك صحيح كامل لا شيء فيه اختي فصيحة تقول كلاما مهما حفظها الله تقول أدعو المسلمين إلى التلاحم والتآخي في هذا الزمن الذي كثرت فيه المتاعب أنا معك يا أختي ما من شك كلنا نعيش هموم أمتنا وأصبح الإعلام اليوم حتى لو هربت لن تستطيع أن تسلم من الأخبار التي تصم أذنك كل يوم في الصباح في المساء في الليل أينما ذهبت ترى الأخبار أصبحت اليوم يعني كما يقولون عنها أصبح الناس في هذا الزمان كأنهم في قرية واحدة حتى في غرفة واحدة عندما يحصل أي حدث في أقصى الدنيا خلال دقائق كون الخبر قد انتشر في شتى بقاع المعمورة نعم صحيح ومما يعني يؤسف له ما نسمعه من أخبار فيها شيء من الشتات في بعض بلاد المسلمين ومشكلات العصمة منها يعني أن يتذكر الناس أن الله عز واجل جعل لكل شيء حكمة يعني إذا أحد والله كان ظالمان على أخي ظالم لأخي يقتله بلا حق يعني يدمر أرضه بلا حق ما في الشك هذا طغيان هذا ما يجوز إنعم وهكذا فالناس لا بد أن ندعوهم إلى أمرين حتى أن الله سبحانه وتعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصِلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَنَا أَتَمَنَّى أَتَمَنَّى أتمنى أقولها ثلاثة ويا ليت هذه الأمنية تتنامى إلى مسامع من في من لديهم القدرة على اتخاذ القرار أن يكون عندنا في عالمنا الإسلامي لجنة تسمى لجنة حكما لجنة مصلحين كلما وقعت فتنة في بلد يسارع إليها حتى يستطيعوا أن يقضوا على هذه الفتن إذا وقعت أرجو الله ذلك فاصل وأعود إليكم يا أحبابي اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها يا أختي فصيحة يعني أنا فقط أكمل كلام بشيء مهم هذا جزء من عقيدتنا التصورات العقلية للخير والشر في أقدار الله خمسة انتبهوا معي أن يكون في أقدار الله شر محر أن يكون في أقدار الله خير وشر والشر أكثر أن يكون في أقدار الله خير وشر مستويان هذه الثلاثة لا توجد في أقدار الله ما الذي يوجد؟ يوجد في أقدار الله التي تقع على البشر في الأرض إما خير محف كامل وإلا خير وشر والخير أكثر قد لا ندركه الآن لكن سندركه فيما بعد إذن اعلمي أن كل ما يجري في أقدار الله لا يعني ذلك أن كل ما يحدث كله خير لا في شر لكن وراءه خير ولذلك قال الله عن هزيمة المسلمين في معركة أحد لا تحسبوه عن قضية الإفك الإفك جريمة هائلة يقول الله عنها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يعني حتى ميز الله الخبيثة من الطيب عليها نسأل الله للجميع التوفيق واعلموا أن الذي يدبر ملكوت السماوات والأرض الله ليس غيره الذي يدبر أهل الأرض فيما يفعلونه في مسار البشرية فوق الأرض في النهاية هو الله نعم للعبد مشيئة كما قال الله وما تشاءون لكنه قال إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن لو شاء العبد أي أن كان ذلك العبد على مستوى جماعة أو أمة أو كيان أو إلى آخره وما تشاءون إلا أن يشاء هو قد يفعل لكن في الأخير لا يقع إلا قدر الله الذي قلت لكم واحد من أمرين إما أن يكون فيه خير محض أو خير وشر والخير أكثر طيب لكن مع ذلك لازلت أقول بأن المسلمين مطالبون عن طريق مؤسساتهم الكبرى مثل منظمة لكانت تسمى منظمة المؤتمر الإسلامي الآن سموها منظمة التعاون الإسلامي رابطة العالم الإسلامي يعني مطلوب منهم لو تيسر أن يكون هناك مجلس نسمي مجلس الحكماء وهذه موجودة في كل أرجاء الأرض هؤلاء الحكماء مهمتهم مهمة النصح مهمة التوجيه ويكون لهم قبول يعني عندنا شخصيات في العالم الإسلامي لها من القبول والمحبة في نفوس الناس بحيث إذا قالت يعلمون أن قولهم ليس فيه شيء من الهوى للنفس أو الذات أو الكذا وإنما هم يريدون الخير لهذه الأمة عليها نسى الله التوفيق أخي محمد بشير من فرنسا تقول وفقك الله بأن عندك بنت معاقة وأن هذه الإعاقة لها مبالغ تأخذها من الحكومة الفرنسية ولك ثلاثة أولاد وأنك مضطر هكذا فهمت مسوالك أنك تحتاج إلى أن تصرف شيئا من مال هذه البنت المعاقة على أولادك الثلاثة فأنا أقول لك يا أخي كان في مقدورك وعندك من الثراء وعندك من القدرة ما تستطيع أن تغطي حاجة أبنائك الآخرين من غير أن تمس هذا المال المتعلق بهذه المعاقة فالمال أصله لها هبة مخصوصة لهذه المعاقة تكون في صالحها وفي القيام بشأنها اليوم وغدا وبالتالي فالمال لها لكن إذا وجدت نفسك مضطرا وأنت ولي أمر هذه هؤلاء الإخوة الآخرون ولا طريقة على الإطلاق إلا أن تأخذ شيئا من مال هذه المعاقة شريطة ألا تضر هؤلاء ثم تسجله عندك إذا قدرت أو قدر إخوانك أبنائك في يوم الأيام أن يعيدوه لهذه المعاقة فبها ونعمة وإلا فهذه حاجة تنزل منزلة الضرورة ولا بأس من أن يأخذوا لأن هناك عندنا من العلماء من يقول بأن الأخ ينفق على أخي يعني في عندنا قول لبعض أهل العلم على أن الأخ إذا وجد أخاه مضطر للنفق فإنه ينفق عليه وهناك من يقول إذا كان بينهما يعني من يمنع التوارث بينهما على أي حال نظام النفقات عندنا نظام بديع ولكن من باب الاحتياط أنا أقول لك يا أخي أن هذه المعاقة الأسر أن يكون مالها لها إن كان لديك مصرف تستطيع أن تسد به حاجة إخوانها من عندك أو من عندهم فلا تقربه أما إذا كان هناك ضرورة فخل وسجل إن تيسر في يوم الأيام أن يعيدوه وإلا فنظام النفقات عندنا يبيح لهم أن يأكلوا حاجتهم مما فاض من حاجة هذه المعاقة عائشة من سويسرا كرمك الله يا أختي عائشة نحن نعلم نعم من خلال أن مجموعة من أبنائنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغربة وكانوا في البداية عندهم دين رقيق للأسف الشديد أو جهل إلى آخره ولكن أبشركم أن المسلمين بعد ذلك إذا وقعوا في خطأ تذكروا أن الله يراقبهم أن الله يطلع عليهم وهو لا يريد أن يبني حياته بناء خاطئة وإنما يرجع إلى الله ونحن لا نريد أن نسد باب التوبة على أحد يجب أن نفتح باب التوبة ما نحن الله الذي فتحه الله الذي فتحه الله الذي عز وجل يقول إن الله يبسط يده يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب ورجع إليه طيب من كان يريد أن يتوب وكان قد وقع في خطأ خطأ مع امرأة ترتب على هذا الخطأ وجود مولود ما هو الحل الحل أنه لا ينسب لأبيه يعني ما يقال هذا ولد فلان وإنما ينسب إلى أمه ويصبح ذي أمه ما يخالب تكفله وترعاه ويعطى له اسم لا ينسب إلى هذا الأب لكن هذا الطفل بعد ذلك ما هي مشكلته لا نحمله ذنب والديه إنه طفل نظيف بريء نعم لأن الله يقول ولا تسر وزرة وزرة أخرى ليه ينتحر أبدا لا علاقة له بهذا الخطأ إطلاقا والأم كذلك يجب أن ترعاه ومن يعني كان قد وقع منه يعني لو وجده في كرب وأراد أن يحسن إليك ما يحسن لأي إنسان يعني لو أن هذا الذي كان قد وقع منه ما وقع وترتب على هذا الوقوع أن هذا الولد أصبح في حالة من الفاقة الشديدة أو المرض الشديد أو كذا وهذا الذي كان قد وقع منه هذا بسببه إنعم يعني لو أن يحسن إليك ما يحسن لأي لكن ليس من باب النفقات ليس من باب أنه ولده ليس من باب أن النفق تجب عليه ليس من باب أن ينسب إليه لا ولكن من باب الإحسان إلى هذا المسكين الذي لا علاقة له بجرم هذين هذا الرجل وهذه المرأة فلا حاجة يا أخي يا أختي إلى أن ينتحر آسف أنا أطلت الحديث كما تفضلت لأمنادي من المشكلات التي نحن نعلم أنهم يعانون منها لكن نسأل الله أن يتوب على التائبين وأن يبصر إخواننا بالحق في تلك الديارة طيب أم أحمد من العراق تفضلي يا أم أحمد من العراق تفضلي يا أم أحمد ألو تفضلي يا أم أحمد أشيح تفضلي عندي سؤال يا نعم نعم الله عليك أول مرة سؤال عن زوجي قبل كنت أخبر بالصلاة هسا هو يسمع 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 يسمعك بس هو قاعد يترم رجع المشروب هو تعمل كذلك بس صلاة المجد يروح بس هسا أرجع ما أدري إيه بس تبعي له بالخير رسال الله طب يعني تقولين بأنه يقصر في الصلاة قبل أن تعمل يسا جمعين بعدها خلطت قبل فترة جثناك مقصر يعني من أول ما كان يسا أم أحمد يعني لأن الصوت فيه تقطع كثير يعني تقولين أم أحمد تقولين بأنه في الماضي ما كان يصلي لكن الآن يصلي بس يقطع الصلاة لا هسا رجع هسا رجع يشرب الخمر رجع يشرب الخمر نعم يسمع هو يسمع يصلي هسا ترك الصلاة ترك ترك الصلاة ترك الصلاة ويشرب الخمر أي يشرب تخذ وثنة يا أبو أحمد يا أبو أحمد نحن يا أبو أحمد رد رد علي يا أبو أحمد يحتيويا خليه يكلمني يكلمه يخليه يكلمني ما دام أني يسمعني خلي يكلمني أبو أحمد ألا إذا كان يعني يستحي خلاص أنا أبلغه بالرسالة سؤال الثاني سؤال الثاني سؤال الثاني عندي بنات عندي بنات غلطا أدنى أدنى غلط أدنى غلط أدنى أدنى على قرية كرعية إيه إيه حياتنا يعني حياتنا قلبها جحيم جحيم في قلبها وأنا مرأة أقلي وفق أصوم أقلق قرآن أدعي أدعي لا حول لا قتل لا حول لي على أي حال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد من أسبانيا نعم تفضل يا أخي محمد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحبك يا شيخ أحبكم الله وأكرمكم يا أخي عندي سألان يا شيخ لا سماح تفضل يا أخي السؤال الأول السؤال الأول يعني عندنا في المغرب هناك أناس يقول إذا توفي شخص يعني المكان المنزل يحرم فيه الأكل ثلاثة أيام إذا توفي المتوفى يعني في المنزل يحرم الأكل ثلاثة أيام يحرم الأكل ثلاثة أيام نعم يا شيخ للزوار للزوار فقط لمن للزوار للزوار يعني الزوار لا يأكلون ثلاثة أيام نعم نعم طيب أسألتني فيما يخص يعني النساء هل يجب حلق أو تقصير شعر رغم هناك الاحتجاب يعني يحتاج ابنه ولكن يقومون بالتقصير مثلا تقصر ماذا يقصرنا الشعر شعر رأس يقصرنا الشعر يعني بعد موت الميت وإلا بشكل عام لا 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 يعني هذه نعني شكل عام يعني في النساء يعني سؤال آخر يا شيخ طيب أبشر إن شاء الله بارك الله فيك عبد السلام من المغرب تفضل يا أخي عبد السلام السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام حبيبنا عبد السلام أهلا وسهلا والله يا شيخ إني أحبك في الله كثيرا الله يحبك ويكرمك ويبارك فيك والله يا شيخ إني لما نسمعك عبر الشاشة والله جلدي يقشعر من صوتك الحمد لله نسأل الله يا أخي نجمعنا في الجنة والله يحبك في الله شاء لي سؤالين تفضل ما حكم من يأكل ذبيح على القبور على الأضرحة نعم وما حكمه وما حكمه من يحتفل بعد المولد النبا ويشري طيب طيب أبشر أبشر إن شاء الله طيب طيب أبشر طيب بسم الله الرحمن الرحيم والله يا أم أحمد من العراق سؤالك وقضيتك تتفطر منها القلوب أمرنا الحي القيوم يعني رجل لا يصلي ويشرب الخمر ونتج عن هذه الحالة السيئة في تصرفه من تركه للصلاة وشربه للخمر أن وقع من بناته ما وقع ما في شك والشاعر يقول إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص يعني إذا كان الأب بياذه الكيفية من ترك الصلاة وشرب الخمر وترك الصلاة يعني قطع الصلة بينه وبين الله شرب الخمر فرى ربط صلته بالشيطان هذه قضية يعني شيء يعني صعبة جدا دعوني أصورها لكم باعتباري ليست أمر سهلا يعني الصلاة صلة بينك وبين الله فإذا قطعتها وزدت على هذه القطيعة أن فتحت لك بوابة على الشيطان عندما تشرب الخمر ما الذي بقي إذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن يا أم أحمد أسأل الله أسأل الله أن يهدي قلبه فلقد تمنيت لو كلمني حتى أقول له اتق الله يا أخي أنت لا تأمن وخاصة الآن عندكم في العراق فتن يعني يشيب لهولها الأطفال ربما يخرج ولا يعود ما يدري هو يعود لو خرج أو لا يعود وبالتالي لا يمكن أي يعني يموت على هذه الحالة سيئة هذه مسألة ليست سهلة علي أن يتق الله نقول لك يا أبا أحمد اعلم أن باب التوبة مفتوح فاتق الله هذه الليلة يا أخي تطهر وصل ركعتين للتوبة وقل يا رب تركت ما كان من هذه المفاسد يقول لها وتوجهت إليك وسوف أقوم بصلاتي وأترك هذه الخمرة التي ضيعت عقلي وربطتني بالشيطان إذا فعلت ذلك سترى من ربك توفيقا وعونا وأنت يوم أحمد واصلي نصحك وكفي نفسك عنه فاصل وأعود إليكم إن شاء الله اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها أحبابي نبدأ الآن مع أخينا الكريم محمد من أسبانيا وله سؤالان سؤال أولي يقول عندنا في المغرب يحرم الأكل في بيت المتوفى ثلاثة أيام دعوني أقول لكم ما هو الهدي النبوي ما هو التوجيه النبوي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لما مات جعفر استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه استشهد في معركة اليرمو جعفر بن أبي طالب استشهد في معركة اليرمو النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم يعني بمعنى أن أهل الميت في وقت العزاء في هذه الأيام التي تلل الموت يكونوا منشغلين وحالتهم طبعا بلا شك الإسلام ما حارب فطرة الله فينا حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي ابن إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزنون ولكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ما في شك إنسان إذا بكى إذا حزن حزنا معقولا ليس ذلك الحزن تشق فيه الثياب وتمزق فيه الكذا لا المسلم يجب أن يكون مؤدبا مع الله نعم فالشاهد يعني الله لا يحارب فطرة الله فينا سن بشر لو مات له قريب يبكي يحزن نعم فنتيجة للموت ما عندهم تفكير في أن يطبخ ويصنع فيصنع لهم طعام ويرسل إلى البيت أين الخطأ الخطأ عندما يموت الميت ويبدأ الضيوف يأتوا إلى بيتهم ويحملوهم من بعد يعني بعد فقد أبيهم أو فقد أخيهم يحملوهم إكرام هؤلاء الضيوف يذبحوا لهم ويشتغلوا لهم اخي الناس مشغولين الناس منشغلون بموت هذا الميت بدلا من أن تأتوا عليهم اصنعوا لهم طعام نعم صحيح هذه السنة إذن إذا كان القصد أن يصنع لهم طعام حتى يعني يسدوا حاجتهم هذا طيب هذه السنة وإنما المشكل عندما يموت الميت فيأتوا الضيوف ينزلون في دارهم ويبدأ أهل الميت يأتوا بالأطعمة وقد يكون في بعض القرى ربما كانت الحالة بسيطة ربما كان عندهم في القديم كان عندهم مثلا بقرة يحلبونها أو ثورا يشتغلون عليه في الأرض فيأخذون هذا الضيوف ويذبحونه من أجل أن يطعموا هؤلاء الضيوف نقول حسبنا الله جمعتم عليهم مصيبتين مصيبة فقد الأب مصيبة فقد بقرتهم التي كانوا يشربون منها الحليب لا ولهذا الإسلام رحيم قال لا إذا توفي أحد أنتم تصنعون له طعام والطعام لأهل الميت فقط ولا يجتمع الناس عليه طيب يسأل أخي الحبيب عن النساء اللواتي يقومن بتقصير شعورهن يا بنت الحبيبة يا أخت الكريمة أقول لكم إذا كنت ستقصين شعرك قصة ألفتها ألفها محيطكم مجتمعكم المحلي يعني لا بأس ما في مشكلة إنما الذي يخشى من القصات التي نريد أن نقلد فيها إما ما يسمونهم بالفنان ما نوتدرون عن حياتهم كيف هي والله تترفعون أن تكونوا جزءا من تقليدهم لا أنتم أرقى وأحلى وأشرف وأطهر وأطيب من أن تقلدوهم لا تقلدوهم لا تقلد هؤلاء الفاجرات أقول صراحة يعني الأزب الشديد الفن صاحبه للأزب الشديد كثير من الابتذال كثير يعني الله المستعان أنا لا أريد أدخل في هذا الباب الطويل لكن أنتم تعلمون أكثر مني والكل يعلم أكثر مني إنما على أي حال لا تقلدي في قصتك فاجرة ولا داعرة ولا كافرة وأما إذا كانت هذه القصة مما ألفته ألفه محيطكم في بلادكم في قريتكم في محيطكم في مجتمعكم لا بأس بها إن شاء الله شريطة ألا تحلقي قد يقول بعضهم هل يمكن المرأة في يوم الأيام تحلق رأسها بالصفر أقول والله شوفوا يا إخواني استمعوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَا الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ إِلَّا دَخَلْتُمُوْا قَالُوا لِي هُدُوا النَّصَارِسُ مُحْطَّمَةُ هَلْ كَانَ تُرِيدْ أَنْ تَجِدَ مَنْ تَتْعَلَّقِ بِهِ تَتْعَلَّقِ بِهِ لا لا ما ينفعش طيب طيب بسم عبد السلام يا عبد السلام إن شاء الله بعد ما أسمع سؤال سعيد أجيبه عليك سعيد من بلجيكة تفضل يا أخي سعيد السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي سعيد كيف حالك أنت بخير يا شيخ أنا بخير جعلكم الله بخير كيف حال أحبابنا في بروكسل وفي ما حولها كيف حالك يا شيخ والله إنني أحبك في الله الله يحبكم يرضى عنكم يبارك فيكم يا أخي تفضل يا سعيد لو سمحت يا شيخ لو الإنسان قال لو بقيت على حياة يعني العام المقبل إن شاء الله سوف أحج نعم ومات ولم يحج هل هذا يسمى نذر يا شيخ طيب أبشر إن شاء الله أقول لك إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة شمس من قطر تفضلي يا أختي شمس مرحبا شمس الجم خد صلى الله عليه وسلم من طلع آه شمس مرحبا بك يا أخي حياك الله أنت شمس وقمر الله يرضى عنك قل يا حبيبي شمس عندي ثلاثة سؤال ثلاثة أسئلة تفضل السؤال الأول هل في شرط الطلاق أن تسمع المرأة طلاق راجلها هل إيش الرجل الراجل الزوج لما يتقلق زوجته إذا طلق زوجته إيه هل يشترط أن تسمع المرأة أن تسمع زوجته آه طلاق الراجل طلاق الزوجة آه تسمع هل يشترط أنها تسمع الطلاق بنفسها آه طيب هذا السؤال الأول والسؤال الثاني الثاني نعم أي نفر مسلم يا كافر لو أكل مال الكافر لو مات يعني والدين عليه أي نفر أي نفر أيوة مسلم يعني لو كان مسلم لو أكل مال الكافر ومات عليه دينه آه لو أكل مال الكافر ومات وعليه دين وَعَلَيْهِ الدَّيْنَ دَيْنَ الْكَافِرِ هَذَا أيوة وَمَا الْحُكُمُ عَلَيْهُ كِالْآخِرَةَ هذا النفر يعني المسلم طيب خلاص في سؤال ثاني برضو أو خلاص لا حلاص طيب شكرا طيب فرحان فرحان من الأردن تفضل يا أخي فرحان من الأردن مرحبا بك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي تفضل يا أخي أنا أقسمت بالطلق مرتين ولم يكن القسم مباشرة للزوجة ولم أكن في وعي كاملا وكنت متناولا والعياذ بالله بعض المخضرات وبعدما أقسمت أدركت ذلك فما الحكم في ذلك وهل عليك الصارة يمين الله المستعى طيب والسؤال الثاني نعم الزوجة تملك من خمسين إلى شبتين جرام من الزهر وحول عليه عامل فهل عليها ذكاء تسمع الإجابة يا فرحان إن شاء الله طيب نعود الإجابة على حبيبنا عبد السلام يقول الله أكبر ثلاث دقائق بس تسمع بين الصلاة والذبح ما أكبر ثلاث دقائق أريد أن أقول لكم والله من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه ومو جسد بسوك من أمر حبيبنا لجببنا لجب Gospel of the night of the day of the night 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 of the day of the night is وخالد كما كانوا يفعلون نفعل فإن كانوا يحتفلون نحتفل ما كانوا يحتفلون ما نحتفل نريد أن نطبق منهجهم في تحقيق الحب وهذه كانت تحتاج إلى مزيد من الحديث سعيد من بلجيكا لو أن إنساناً نوبقي أو كن من الحج أصل الحج واجب عليه نظر أو لم ينذر ما دام أنه قد اكتمل فيه أنه مسلم عاقل بالق قادر فالحج واجب عليه إذا قدر وبالتالي هذا إذا كانت العجز عجزاً بدنياً فإنه ليس عليه شيء لكن إذا كان عجزاً بدنياً وعنده مال فلا بد أن يحج عنه من تلكته أما إذا كان عجزاً مالياً ما يستطيع فالله ما كلف إلا المستطيعين أخي شمس يقول إذا طلق زوجته وهي لا تسمع يقع الطلاق قد تطلق زوجتك وهي لا تسمع وترسل لها رسالة وتقول قد طلقتك نعم للأسف الشديد أي نفر مسلم مات وعليه دين لغير المسلم يجب عليه أن يفي به المسلم يفي لكل من يتعامل معه حتى الكفار يجب علينا أن نفيه أن نفي لهم بأموال وأن نعطيهم حقهم لا يجوز لك أن تأخذ من مال المعاهد والذم والمستأمن أن تأخذ منه هلل واحدة ما يجوز لك شرعاً يجب أن تعطيه حقاً يقول أقسم بالطلاق وهو في كان مخدراً العلماء يقولون تغليظاً عليك يقع الطلاق أنا ما أقدر أقول لك والله أنك كنت في غيبوبة بسبغ غضب لو كنت بسبغ غضب أو كذا أما في سبب الخمر أو المخدرات فقد وقع الطلاق حتى تتوب وأخيراً الزوجة خمس ستين دير عليها ذاب ليس عليها زكاة أحبابي إلى أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته